ما حقيقة انه السيد الحلبوسي بياتصال معك او بعتلك شخص اخر قل لك انا انت اذا تحتاج الى حماية تحتاج الى تروح للانبار انه احنا اخوتك احنا اصدقاء هكذا همس حصل فانا صار اتصال بينك وبين السيد الحلبوسي لا 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 مو اتصال انا اعتقد ولدنا من النواب الموجودين من اهل الانبار ووصلت رسالة بس هم كانوا خايفين وبكل صراحة اقول لك ياها انه فانفكرين انه علي جاي ضمن قوة زين من ضمن قوة اللي هم خايفين منها وراح يطب الانبار فاش قل لي احد الاخوان من نذكر اسمه قال شيخ انت رجل وانت قائدنا وانت كذا انت ايو ما لا افضل احنا ناخذك والاخ الحلبوسي ونروح للانبار لو الجماعة انا شكال ردي وهنا عبر قناتكم قلت له لا انت ولا هما لانه اثنينكم ما لي لزوم بكم واثبتت هذا رح اتبقت لك بثلاث سيارات فقط يعني انا ما احتاج مواكب مو مسؤول رح اتب ثلاث سيارات ولو اريد يا اخ نجم وناوي على شر لا اثق بالله لكان الامور تختلف جذريا لان عندي هواية تصفية حسابات بس مو وقتها والمحافظة ما تتحمل ونعم الرجل عرض قال حماياته انا ما احتاج احد يحميني يعني الحلبوسي رادي يرافقك بزيارتك للانبار لو يوفر لك حمايات هكذا نقل لا لا هو هكذا نقل اذا يحتاج شيء وهذه قلت لهم مشكورين ومجزاكم الله خير ما محتاج كون هذا شوكت هاي بعد ما بعد ما صار التصعيد في بغداد وطلعوا لدعوة الحلة وبدأوا ينبشون قضايا من الرمادي ويأبوا الاستخبارات وارهاب الأنبار وهذا بعدين الحساب يجمع ان شاء الله وبدأوا يثيرون اخي انا محترامي لكل انسان انا مو رجل جبان حتى خاف لا من قضايا ولا من ملفات ايه انا كل اللي ردت انه اصل وريد اوصل صوتي الى القضايا العراقي والى الموجودين في الداخل العاملية السياسية يا اخوان كافي احنا انظلمنا صار لتسع سنين تسع سنين هم لوشات اللي المدري منه هم كان فضت فبالنتيجة انا اعتقد هما حسبوه شيء واحنا كان في بالنا شيء اخر هذا بس انه انه ما احد افتهم الثاني انا ما اجي عليكم انا ما عندي سياس ولكن من حقي احاسب نعم من حقي احاسب احاسبك اش بقت واش ظلمت واش سويت وحاسبك انه زين شحلة هنان هذي المشاكل هاي تيجي بعديا تيجي بعديا واني هم راح اجي عليهم بعدين ذني الان بلما قل لك السيد الحلبوسي على لسان واحد ان الاخوة النواب تجوا يانا لو تروحوا يا جماعة بمعنى الجماعة ايضا فاتحين خط وياك اولا من هم الجماعة وما هم هتش تصورون الخطوط اللي فتح الجماعة وياك ها لا لا ما حد فتح خطوط وراح اقول لك ياها بكل امانة هم من هم الجماعة اولا والله العظيم هم هكذا مصورين والله سأله ما عارف من هم الجماعة مدري السنة والجماعة مدري الجماعة وحدهم والله ما عارف يعني سألهم هم يعني قد يكون السيد الحلبوسي يقصد الجماعة بالإطار التنسيقي ما عرف بصراحة ما وقفتهم هاي النقطة ما سهل تقتلم له الجماعة الله يعني بكل أمان ما أسأل لنميهم لي لا جماعة ولا جماعة فلان وعلان أنا كان ردي تحديدا لا أنت ولا ذول أنا ما فت تحت رمح واحد وأنا هذا اللي معتز الحمد لله برجولتي ما يعجبني أصير وراء واحد أو غطاء واحد فطبيت للأنبار بهذه الطريقة ولكن قلت لك هما كان حساباتهم خاطئة ثانيا الرجل ما تكلمناني ترى لا بوجه بوجه ولا بتليفون هي كانت من نوابنا وردنا فجو يريد يعرفون الموضوع وتحمدون على السلامة وهذا اللي كان وما حصل وبالنتيجة نعتقد هما كان من الخطأ أن يستعجلون بردات الفعل هذه عبر الشركة والتصعيد الإعلامي وعبر بعض القضايا اللي بدأوا ينبشون عليها ويطلعون نياها وغيرها وغيرها وبالنتيجة أخي نجم عبر قناتكم أقول أنا ما راح أسمح بعد أن أنظلم أو ربعي أنظلمهم بعد خلصنا خلونا نعيش كناس عاديين بس ما تدوس بمصابري ودقل لي تسكت إحنا ونعاشي نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر